تصايد واضح في اللهجة الأمريكية ضد إيران ومحاولات إيرانية للتقليل منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي تغريدة عبر تويتر توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بعواقب لم يختبرها سوى قلة في التاريخ إذا هدد الولايات المتحدة مجددا ترامب نبه روحاني بأن واشنطن لم تعد الدولة التي ستسكت عما وصفها بتصريحاته المختلة حول العنف والقتل تغريدة ترامب جاءت ردا على تحذير سابق من روحاني للولايات المتحدة من اللعب بالنار مع إيران ووصفه للمواجهة مع بلاده بأنها ستكون أم المعارك ولم يقتصر الرد الأمريكي على ترامب فقط فوزير خارجيته مايك بومبيو قال إن إيران تدار بطريقة أشبه إلى المافيا لا إلى الحكومات النظام الإيراني مسؤول عن انهيار العملة في إيران ففيما يعاني ثلث الشعب الإيراني من الفقر المطقع يتمتع أركان النظام بأموال طائلة بومبيو الذي كان يتحدث في ولاية كاليفورنيا أمام أمريكيين من أصول إيرانية قال إن واشنطن ستدعم صوت الشعب الإيراني الذي تم تجاهله لفترة طويلة طهران كالعادة سعت إلى التهوين من تهديدات واشنطن واعتبرها الحرس الثوري مجرد حرب نفسية مشددا على أن ترامب يعجز على القيام بشيء وأن إيران لن تتخلى عن معتقداتها وستقاوم الضغوط على حد التأكيد أما الخارجية الإيرانية فاعتبرت التصريحات الأمريكية بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية وقالت إن هذه السياسة العدائية ستوحد الإيرانيين على حد وصفها